هذا وأعلن محافظ تعز علي المعمري تكليف الجيش بمهمة حماية المستشفيات الحكومية في المدينة وذلك في خطوة الهدف البقاء أو إبقاء مشاف المدينة في وضع آمن وقال المعمري خلال لقائه بأثة طباب لا حدود العاملة في تعز إن الجيش سيقوم بدوره في حماية المستشفيات الحكومية ومعالجة كافة المشاكل المتعلقة بالحماية الأمنية حتى يتسنى للطواقم الطبية العمل في أجواء آمنة